الحقيقة أنس ما كانش بيتكلم في السياسة أنس مقيم في هولندا بيكلم على السفر وعلى التجارب اللي ما بين البلدان لكن الحقيقة القصة تطورت النظام حاول أنه هو يسكت أنس عن طريق اعتقال أهله خلينا نشوف أنس ألي ضغط نظامك المجرم علي من خلال أهلي خلاني يقف تقريبا شهر ونص ما تكلمش في السياسة صح؟ بس دلوقتي مش حاسكت تاني أبدا برافو برافو يا فتاح سيسي برافو يا النظام المصري الحقيقة بتحاولوا أنه تكسبوا أكتر عدد من الأعداء المتنوعين يعني لو أن قناة مكملين هي عدو من أعدائك طيب يا سيدي أنت كسبت عدو جديد اسمه أنس حبيب عنده ملايين المشاهدين اللي بيثقوا فيه أكتر ما بيثقوا فيك واللي بيحبوا يسمعوا أكتر ما بيسمعوا إعلامك ومدينة الإنتاج الإعلامي بتاعتك فبرافو الحقيقة بسقفلك أنت بتكسب أعداء كل يوم بتوسع دائرة العداء عشان كده عقبال مصر اللي اتكلمنا عنها عشان كده المقاربة مع سريلانكا مش بعيدة أبدا هتحصل هتحصل لأنه هو رايح لها رايح لها برجليه مش إحنا اللي دافعينه ليها هو رايح لها على طريقة سنبلها غرأكو وهم بيغنولوا فوق النص نقل اللي كان راكبها غرأنا